كلمة الرئيس شيجين بن خلال قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة أسيا الباسيفك نالت تقدير العديد من الأوساط الاقتصادية والإعلامية المصرية والعربية خاصة في ظل دعوته لجميع الاقتصادات في المنطقة للعمل في انسجام تام لتعزيز النمو العالمي ما يقصده الرئيس الصيني أن الصين تقدم خريطة عمل للنهوض بالاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد مع دول أسيا وبالتالي فإن التعاون المشترك بين دول أسيا والصين سيؤدي في النهاية إلى فائدة جميع الدول سواء كانت الصين أو الدول الأسيوية المشاركة في المؤتمر القرار الذي اتخذته الصين بالوصول إلى صفر انبعاتات كربونية بحلول عام 2060 أصبح متجليا في كلمات الرئيس شي عند حديثه عن التوجه نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي ما يؤكد حرصه على التحول نحو الاقتصاد الأخضر رؤية الرئيس الصيني هنا هو أن تكون هناك ثورة خضراء بمعنى أن تكون صديقة للبيئة وأن تقل الملوسات وهذا في حد ذاته سيؤدي إلى تحسن المناخ ويجنب ليس المنطقة فقط لكن العالم كله الأثار الجانبية الناتجة عن زيادة التلوث دعوة الرئيس شي لتعزيز التعاون في مكافحة كوفيد-19 تأتي استكمالا للدور الذي تبنته الصين منذ بدء الجائحة بمساعدة الدول النامية والفقيرة على احتواء الوباء الحقيقة هذه الدعوة جيدة لأنه هذا يساعد إلى حد كبير في القضاء على هذه الجائحة ومنع انتشارها وكمان تقليل النتائج بتاعة إصابات المواطنين وعدم الضغط على المنظومات الصحية في هذه البلاد استمرار ممارسة التحددية وبناء مجتمع عالمي للتنمية دي مصير مشترك مبادئ ذكرها الرئيس شي في تأكيد منه نحو تعميق التعاون الإقليمي دعوات الرئيس شي جينبين التي أطلقها أمام قمة منتدى التعاون الاقتصادي أسيا الباسيفيك بشأن مكافحة كوفيد-19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والحفاظ على البيئة تصب كلها في مبدأ واحد وهو بناء مجتمع في مصير مشترك للبشرية مستقب عبدالله سجدين العربية القاهرة